قطعت البلاد شوطاً كبيراً في مجال الحفاظ على البيئة ومكافحة التغيرات المناخية وتزامناً مع فعاليات اليوم العالم للبيئة فقد عد زميل محمد حسن أدم الورقة التالية حول الجهود التي تبزلها الحكومة والمنظمات غير الحكومية وجمعيات المجتمع المدني في مجالات حماية البيئة نتابع يعد الحفاظ على البيئة من المحام الصعبة ولكنه ليس بالمستحيل وعلى الإنسان دور كبير في الحفاظ على البيئة عبر مكافحة التصحر وتوعية الشعوب على الاهتمام بالجوانب الصحية والبيئية والتخلص من النفايات الصلبة والضارة كما أنه على المستوى الدولي فإن هناك جهوداً دولية وإقليمية تبزل في هذا المجال خصوصاً الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة والتهالف العالمي لمكافحة التغيرات المناخية وأكذا الاتفاقيات الدولية الخاصة بحماية البيئة لا سيما اتفاقية باريس حول المناخ والمعروف اقتصاراً باتفاقية كوب 21 التي أبرمت بين الدول الصناعية الكبرى الأكثر تلوساً للبيئة والتي ترتفع فيها الانبعاثات الحرارية وغاس ساني أكسيد الكربون مع الدول النامية بهدف إنشاء سناديق آلمية لتمويل المشاريع والبرامج والمنظمات الناشطة في مجال الحفاظ على البيئة ومكافحة التغيرات المناخية وعلى المستوى المحلي فإن البلاد قد شهدت تقدماً ملحوظاً في مجال هماية البيئة منها إطلاق الأسبوع الوطني للشجرة والبرنامج الوطني لتنمية الحزام الأخضر وكذا القوانين التي تمنع القتع الأشوائي للأشجار والصيد الجائر إلى جانب المبادرات الحكومية الرامية إلى توفير عبوات الغاز المدؤومة لصالح المواطنين وتمكينهم باستخدام الغاز بدلاً من الحطب والفحم النباتي بالإضافة إلى الجهود الرامية إلى حماية حوض بوهيرتشاد من الاندسار وكذا حماية الحيوانات البرية عبر الحزائر كحزير التأزاقومة ومندى فضلاً أن إنشاء مشاريع لتنمية العالم الريفي والتوازن الأيكولوجي لتوفير مناخ ملائم ومعتدل يساعد في تعزيز قطاع الزراء والثروة الحيوانية ترجمة نانسي قنقر